موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ومشاهدين القنوات الرياضية انا هاني العزيز وحييكم من برنامجكم رياضة ميديا هذا البرنامج الذي يواكب ويمز بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد في ساعة ثرية تحت عنوان رياضة ميديا انتم مشاهدين الملهمين مثل هذه البرامج من خلال اطلاعكم أولا على كل جديد عبر حسابات الرياضية وكذلك المشاركة في هاشتاغ البرنامج رياضة ميديا والظاهر أسفل الشاشة شاركوا بالأسئلة بالاستفسارات على أراء ضيوفنا أمس كانت نهاية عرس كروي أسباني جميل في الأراضية السعودية شيء مبهج وجميل ورائع كذلك هذه الثقافة ثقافة نقل الخيالات إلى واقع ملموس هذا فن لا تجده سوى قيادة حكيمة وإدارات رائعة منفذة بإتقان للعلم مثل هذه البطولات ليست رياضية فقط بل هي حراك اجتماعي اقتصادي سياحي منبثق من رؤية عظيمة يقودها ملهم لكل الشباب السعودي وهو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز فشكرا للقيادة وشكرا للهيئة العامة للرياضة من الأمير الشاب عبد العزيز بن تركي حتى آخر عامل حرك قطعة لأجل نجاح هذا الكرنفال الرائع أمس خلينا قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا نروح دائما لاستفتائنا وأول تفاعلاتكم من خلال استفتاء اليوم استفتائنا في رياضة ميديا في ظل المستويات المميزة التي يقدمها فريق أبهى ورغبة الأهلي للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة اليوم ثلاث خيارات عندك الأول فوز الأهلي الثاني فوز أبهى أو أن المباراة رح تنتهي بالتعادل كان هذا الاستفتاء مباشرة إلى عنوين حلقتنا اليوم في مباراة مراثونية السوبر ملكي ونجاح التنظيم بالعلامة الكاملة عودة محلية لختام الجولة الرابع عشر طموح العودة يصطدم بنشوة مواصلة الانتصارات أما عن الحدث العالمي الآخر رالي داكار وبعد وفاة الدراجة البرتغالي إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لأفئاتي الدراجات النارية أخيرا محافظ ريال مدريد تشيد بالملعف والجمهور كانت هذه عنوين حلقتنا اليوم خليني أرحب بشركائي اليوم معي الدكتور صالح الحمادي أهلا وفيك دكتور صالح السلام عليكم مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا دكتور يعني جاي من شاء الله مشرفنا اليوم من الرياض أو من أبهى إلى الرياض إلى استوديو هاتن في الرياض والله أنا سعيد بالمشاركة معكم ومع الأخ خالد وشكر لدعوتكم الكريمة أيضا معنا خالد البدر الإعلامي وناخد الرياضي شكر لك خالد أول شيء أحييك السادة هاني وأحيي الدكتور والسادة المشاهدين سعيدين تواجدنا في قناة رياضية قناتنا وإن شاء الله نقدم شيء يليق بالمتابعين الدكتور ما شاء الله جاي من أبهى واضح أنه باقي ما شاف أبهى أقوى من الرياض في مسألة الشتاء والصير فعشان كذا عند البرد هذا طبيعي في الرياض لا الجو اليوم ما أعتدل تماما في الرياض وحتى مع سائق الأقاتي ويوصلني شفت سامات خالد واضح أن الجوهين عندنا برد بس ما أعتدل بالنسبة لك عندنا احنا برد مره لكن في الجنوب مقارنتم بالليقات في الجنوب ما توقع أنه برد خلاص تأقلم مع أي وضع بارد الإنسان بنبيئته طيب يا الدرجة الحرارة 15 تعتبروا لا شيء في أبهى ما شاء الله أعتبرت عادل طيب خلينا قبل ما ندخل بتفاصيل حلقتنا خلونا نروح نشوف ما الجديد في عالم التواصل الإعلامي أو عالم التواصل الاجتماعي وعالم الإعلام الجديد من خلال نشرة ترينب مع زميلة ناسمي طيب خلينا نرجع لليل خلنا خبر داكار فقط كان في مشكلة في الصوت عند زميلة ناسمين وراح نرجع لخبرنا رالي داكار دكتور رالي داكار هذا الحدث العالمي الجميل في الأراضي السعودية يدخل يومه السابع والثامن فقط بقي ممكن خمس أيام على نهاية هذا الرالي أحداث جميلة أحداث كبيرة دوران على كل مناطق المملكة صورة تعبيرية صورة جميلة يرسمها رالي داكار عن جميع المناطق السعودية رالي داكار هو أشهر أشهر سباق في هذا الفئة بالذات وله عدة سنوات ويتنافس عليها أفضل مصنفين في العالم أنا أعتبر نقل الحدث إلى المملكة العربية السعودية بعد ثلاثين عام بعد ثلاثين عام أنا أعتبر أن هذا حدث رائع جدا وثق تاريخيا للمملكة العربية السعودية لكن لما تشاهد عام 2019 تجد أن السعودية هي عاصمة الرياضة أو عاصمة الأحداث الرياضية البارزة في العالم عام 2020 بدأنا الآن بحدثين هامين في شهر يناير رالي داكار وأتمنى أن يصير رائع للسعودية أو رائع للرياض ونهائي السوبر الأسباني في تنظيمها الجديد فأنا أعتقد أننا مقبلون على أحداث رياضية عالمية تجعل السعودية دائر الضوء على مدار العام إن شاء الله صحيح خالد رالي داكار الجميل أنه مثل هذه الرياضات يصلط عليها الضوء يعني هيئة الرياضة ما شاء الله متنوعة حتى في الرياضات التي تستقطبها أو للمملكة عربية السعودية كاستضافات عالمية شفنا التنس شفنا الملاكمة شفنا رالي داكار كانت ثقافتنا ديما كرة قدم حاليا أصبحنا متنوعين في كل الرياضات حتى الثقافة في رالي داكار كثيرين أصبحوا متابعين جدا لمثل هذه الاحتفالية العالمية في الأراضي السعودية صحيح لأنه من زي ما قال الدكتور أن السعودية الآن أو في السنتين الأخيرة صارت توجهها للرياضات العالمية يعني حتى زي ما تقول أنه ما عاد اليوم ما إحنا بس كرة قدم ومتابعين للرياضة لما تحضر مثلا المصارعة الملاكمة يعني أنا أذكر الملاكمة التي كانت في موسم الدرعية شاهدت قبال كبير على التذاكر يعني الناس كانت تتوقع أنه بس ما كنا متوقعين هذا الجمهور لكل مثل هذه الرياضات فأنت تشوف اليوم من إقبال يعني واحد من الأشياء اللي ضمن برنامج جودة الحياة اللي واحد من الملفات المهمة الملف الرؤية العشرين ثلاثين أنه الناس أو الممارسة الرياضة وتشجيع الناس على متابعتها مثل هذه الرياضات اللي فعلا اليوم ما هي بس كرة قدم يعني إحنا ك يعني وجهاتنا دائما هي رياضة كرة قدم سواء منتخبات أو أندية لكن لما تجي متعتنا أكثر الشباب يحبونها أكثر شيء لكن لما استضفنا الملاكمة المصارعة الفروسية و اكتشفنا المتعة في مثل هذه الرياضة و اكتشفنا المتعة و برضه على مستوى الجانب الجماهيري و الحضور و إدارتها و تنظيمها اللي شفناها من معنى نهاية الرياضة يعني طلعت الفعاليات كلها على أعلى مستوى من التنظيم الإقبال الجماهيري التسويق الشركات وتسابقها على رعاية مثلها الفعاليات أشياء كثيرة و مكاسب كثيرة طلعنا فيها أنه اليوم السعودية و المملكة العربية السعودية وجهها و عاصمة للرياضات العالمية و هو الشيء احنا شايفينه من من كلام خالد الدكتور أنه عندنا جمهور ذواق عندنا جمهور يعني عامل تسويقي كبير لنجاح أي ازدادة و كان التحدي و واحدة من ضمن التحديات أنه و الأقبال كيف يكون على الحضور الجماهيري نجحنا بشكل فوق التوقعات صحيح حتى في الملاكمة أذكر أنه ما كان حتى في تذاكر أنا في ذات السياق أود أن أدخل على نفس الاتجاه الذي تفكر فيه أنت و أفكر فيه خالد خالد يشيري لأن هذه الرياضة ساعدت على أن تكون المملكة العربية السعودية وجهها صحيح و فعلا دائرة ضوء على عام 2019 و 2020 لكن الدراسات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية سادث وجهها للبحث عن مصادر العمل أو العيش في العالم هذا شيء مهم جدا والسعودية ضمن العشرين في القمة الاقتصادية السعودية الآن بخطوات حتيثة تتجاه في كل مجالات وليست في الرياضة فأنت كنت تشير أو كان الأخ خالد يشيري لأنها وجهة فعلا السعودية وجهة حتى في المجال المعيشي و لذلك هي سادث دولة في العالم يتجه أغلب من يبحثون عن فرص العمل أو العيش الكريم يتجهون للسعودية إذا كان عندي أكثر من مئة جنسية تعمل في السعودية في مجالات عدة في شركات ومؤسسات بحثا عن الرزق وهذا مؤشرات تعطي مؤشرات على درجة الأمن والاستقرار و جودة الحياة الفعلية أنت كنت تشير قبل قليل إلى أهمية ثقافة التعددية الثقافية بدل اتجاهنا للرياضة الوحدة تعددية ثقافية في الألعاب المختلفة الألعاب الأولمبية هي قمة الأحداث الرياضية في العالم والدول التي تهتم بالرياضة هي رقم واحد في الأحبسات هي قمة الأحداث هي حتى شعارها شعارات الدوائر الأقوى الأعلى الأسرع هذه الرياضات المتعددة هذه ستصنع مناخ لدينا جديد وأذكر قبل بعد دورة الألعاب الأولمبية بعد إنجازنا في سدني عام 2000 وإنجاز هذه الصوعان والفروسية كنا فخرين بذلك الإنجاز وأول ميدالية فضية تحصل عليها السعودية لكن 2004 لم نفعل شيء 2008 إلى الآن ونحن بعد كل دورة أولمبية ننصب مناحة إعلامية ننتقد الذات ونجلد هذا الرياضة لكننا لم نبدأ إلى الآن لم نبدأ في بناء الخطوات الأساسية لبناء شخصية اللاعب الأولمبي في السعودية طيب أعتقد أننا بالاستضافات هذه نحن حققنا الخطوة الأولى نعم لأن الخطوات تتولد من المشاهدة فإذا أنت بدأت في بناء جيل جديد كيف نستقطب هذا الجيل مثل هذه الرياضات وكيف تبني من جديد ولذلك أنا كنت أتحدث مع الأمير عبد العزيز بن تركي قبل شهر تكريبا أقول له حل يعني كيف منظورك وضعنا الرياضي قاررت بالدول العسوية وليس العالمية قال لازلنا في الخطوات الأولى فأنا كنت مسرور من إجابتها أتضح فعلا أننا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل في نهاية هذا العام في شهر ثمانية في عام 2020 قد نحقق إنجازات بسيطة لكن ليست مرضية لطموحاتنا ولذلك فلا نمارس هذا الجلد من الآن لإذا أردت أن تبني تبني تحضر مثل هذه البطولة المفروض هذه الفئة التي تجلد المفروض لا ينظر لها بشكل كبير لأنه حتى في تصديق لكلامك حتى في أحاديث الأمير أمس الأمير عبد التركي أول جملة قالها حينما سئل عن البطولة ونجاح البطولة قال لك نحاول عندنا أخطاء هذه لغة التلافي يقول لك عندنا أخطاء نحاول من الآن نجاهز البطولة القادمة لتظهر بشكل تكاملي أكبر جميل جدا لكن الآن الأمير تركي الأمير عبد العزيز من تركي طمّن الوسط الرياضي على أننا عندنا اتجاه فعلا لبناء اللاعب الأولمبي ولذلك أنا أوجه رسالة من هذا البرنامج الناجح المتابعة بشكل جيد البناء الشخصية الرياضية الأولمبية تحتاج لها كلها خمس سنوات ولذلك إذا بدأنا الآن فلا تفكر فيه طوقي ففكر في دورة اللعب التي تليها إن شاء الله طيب خالد نحن أمس كانت في حالة وفاة وتحصل كثير أو شيء نعزيل باسمنا وباسم كل الموجودين في الأسرة الرياضية للدراج البرتغالي وذويه وكذلك أسرة رالي دكار كاملة حدثت كثير في رالي دكار على مر السنوات التي قيمت فيها هذا الرالي على 30 عام توقع كانت فيه 62 حالة وفاة في هذا الرالي خصوصا مثل هذه الرياضات هي رياضات صعبة جدا وأيضا أنه اللاعب توفى بأزمة قلبية في أحد منعطفات هذا السباك كيف شبت الرالي بشكل عام وأحداثه قبل خمسة أيام من نهايتها شوف يعني إحنا شنكم منصفين عمل هيئة الرياضة دائما هو يثبت نفسهم يعني ما ينتظرون الإشادة بقدر ما ينتظرون أنه فعلا لازم يكون فيه نجاح لازم يكون فيه عمل على أرض الميدان حتى أنه يعني مثل هذه الفعاليات والأشياء التي استضافتها يكون بشكل يعني فيه تنافس كبير مع أكثر من جهة وأكثر من دولة هو مجرد الاستضافة أنت نجحت أو أنت حققت مكاسب صحيح الدولة بشكل عام مسألة التنظيم الفعاليات وإدارة الحشود والأشياء التي مثل هذه أنا أتوقع أننا جاوزناها بكثير يعني عندنا تجارب وعندنا رصيد يشفع لنا أو فعلا يقول إحنا موجود سهل تأتي أكثركم خبرات يعني مثل ما قال الدكتور أنه أنت حققت لبناء أولى في لبنات مثل هذه الإصطلافات الأحداث أنت حققت الكوادر البشرية الممتازة المؤهلة والأيضا ساهمت في معرفة خلل بنية تحتية هنا الكلام يعني مثلا الملاعب أو يعني ما بنطلع عن رالي داكار لكنه مثل زي ما قلت لك أنه اليوم إحنا لما نقيم أنفسنا في موضوع الإدارة وموضوع التنظيم وكيف تسيير مثل هذه الفعاليات أنا أقول جوزناها بمراحل جميل وعن سنوات يعني مضت اليوم أنا أتوقع وهالشيء مو بغريب يعني وأكيد أنه موجود عند المسؤولين في هيئة الرياضة وعلى مستوى القيادة أنه اليوم إحنا نطمح لاستضافة فعاليات أكبر على مستوى البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي صحيح وبإذن الله إن شاء الله يعني مثل ما صار في موضوع بطولة الاتحاد بطولة العالم الفروسية صحيح يعني إحنا اليوم جاهزين إحنا اليوم نشوف تقييمنا مثل ما قلت لك نتجاوزنا هذا الموضوع يعني من فترات سابقة اليوم إحنا جاهزين استضافة أي حدث طيح مهما كله وياسمين جاهزة أيضا خلينا نروح لياسمين وعواف ياسمين نشرت الترند مع ياسمين شكرا لك زميلي هاني ورحب فيك أكيد بالضيوف مرة أخرى ورحب فيكم أيضا مشاهدين وأهلا وسهلا فيكم في نشرة الترند في حلقتنا اليوم رح نستعرض معاكم أبرز الهاشتاغات اللي تصدرت الترند السعودي بدايتها اليوم بتكون مع هاشتاغ ريال مدريد واتليتكو مدريد اللي كان ترند أمس قبل وأثناء وبعد المباراة واللي فاز فيها ريال مدريد وتوجه بكأس السوبر الأسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه طبعا نروح لهاشتاغنا الثاني اليوم اللي حمل اسم اللاعب ريال مدريد فالفيردي بعد اللقطة اللي أشوف إنها شجاعة من اللاعب وساهمت بشكل كبير في تتويج الريال ببطولة السوبر الأسباني ونبقى في أجواء السوبر أيضا السوبر الأسباني وهاشتاغ هلا مدريد اللي تصدرت ترند كذلك أمس وعبرت فيه جماهير الملكي يعني فرحتها بفوز الفريق بكأس السوبر واللي احتضنته جدا ونبقى أيضا في الأجواء الأوروبية وتحديدا مع هاشتاغ روما يوفنتوس اللي كان ترند أمس وتفاعلت فيه الجماهير المحبة للكرة الإيطالية مع أحداث المباراة اللي انتهت بفوز اليوفي بهدفين لهدف ومن الأجواء الإيطالية نروح لمدرب النصر ريوي فيتوريا واللي تصدر اسمها ترند أمس بعد ما تعرض لإصابة في رأسه وهو مع الفريق في رحلة ترفيهية في الثمامة والأخبار تقول إنه سليم ومورة طيبة ونقول لها كيد الحمد لله على السلامة ونروح لهاشتاغنا الأخير الأهلي وأبها قبل مباراة للفريقين اليوم في الدوري واللي كانت فيه أغلب الأرام من الجماهير الأهلاوية طبعا خلونا نشوف معاكم أبرز التغريدات اللي جات في هاشتاغ الأول هاشتاغ ريال مدريد واتليتكو مدريد ترجمة نانسي قنقر ونستعرض بعض التغريدات اللي امتدحت لاعب الريال فالبردي بعد قراره الشجاع في آخر لحظات المباراة ترجمة نانسي قنقر ونبقى مع أجواء السوبر ونشوف بعض التغريدات أيضا من جماهير الريال اللي جات في هاشتاغ هلا مدريد ترجمة نانسي قنقر قبل مباراة اليوم كانت هذه أبرز الهاشتاغات اللي تصدرت الترند السعودي في نشرة اليوم وطبعا لي عودة بعد نصف ساعة في فقط في الصاير وعودة لك هاني الله يعطيك العافية يا سميل ما شاء الله من المفارقات أنه جماهير الريال مدريد تحتفي بفالفردي وجماهير بشلونة تشتكي من فالفردي شكرا لك يا سميل خلينا نروح لفاصل قصير وإن شاء الله بعد الفاصل لنعود نحن هنا ننطلق لدور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برنامج يومي يناقش أبرز أحداث اليوم الرياضي في ديوانية التراث السعودي ما في تحقيق أعلن عنه وخرجت متائج تبقى الحقيقة تبقى أني أظل للناس أقول لا والله ممتازين مع نخبة من الضيوف من الساحة الرياضية السعودية والعربية الجمهور عنده ولا الديوانية يوميا الحادية عشر مساء مباشرة على الرياضية ولما تعيشها لغيرك تصير أعمق بكثير كل واحد فينا يمر بمراحل صعبة وأخرى جميلة أوقات تحتاج تشارك طعم الفرح أو فن الحياة وكلام يدخل في قلبك الطمأنينة الحياة مسيرة نعيشها نصنعها وتصنعنا وتكبر وتكوى بنجاح الكل وهمة تصنع مكان أجمل للجميع استعلت المباراة الهاتف استعلت المباراة الهاتف فيها وعليها والله أجمل اللحظات أنها تكون لتعلم نحد سري للغاية قرب الجميع وفي قرارك أما تكسب أو تخسر وفي كل صباح تجربة جديدة ما يحسها إلا إلي يعيشها اشتركوا في القناة وفي قناة أستطيع أن يكون ألا أستطيع أن يكون هو في قناة أقناة سنعيشها وفي قناة أستطيع أن يكون سبب أجيبكينيني اشتركوا في القناة اعودوا من جديد لكم ومشاهدين الكرام في برنامج رياضة ميديا وموضوعنا الآن عن هذا الكرنفال الكبير والحدث الهامل الذي انتهى أمس نهاية سوبر من السهل جدا أن تقبل التحدي ولكن من الصعب أن تنجح وتكسب الرهان تنظيم فقط كل التوقعات ليس على مستوى السعودية فقط ولا اسبانيا بل العالم كاملا عدسة الزميل ابراهيم العثمان ترصد لنا كل هذه التفاصيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطولة جميلة مختلفة فكرة ناجحة حتى لهذا البطولة أعطت زخم كبير وإظهارة إضافية أجواء كاملة أمس شفناها عالمية عشناها واقع في مدينة جدة نجحنا في التنظيم وهذا شيء مهم جدا بمتابعة الأمير عبدالعزيز شخصيا نجحنا في استضافة أول بطولة سوبر بنظام جديد خارج أسبانيا في أسيا وفي السعودية أنا أعتبر أن هذه كل مكاسب لما تجرد هذا المكاسب ترى هذه الأشياء معلومات توثيقية تاريخية سيعاد تكرارها سنويا في جميع وسائل الإعلام العالمية كم عدد الإعلاميين الذين حضروا وكم عدد وسائل الإعلام التي تابعت 350 كانوا أنا أعتقد أن السعودية نجحت في التنظيم ونجحت في كسب مساحة كبيرة من دوائر الضوء الإعلامية والتنظيمية وهذا شيء يجعلنا نفتخر بلدنا خالد مثل ما قال الدكتور 120 دقيقة أمس للمباراة كاملة أنا أجزم أو أعتقد جازما أنك تقدر تطلع منها 120 فائدة للكرة السعودية والرياضة السعودية من خلال هذه الاستضافة صحيح أنا وشي مبسوط عشان أن البطولة ذهبت اليام إيه أنت عاد ريال مدريدي خلاص وريال مدريدي توج أنا ودكتور شوانا ودكتور برشلونيين فزعلانين لا أنا قلت لك من بدايتها مخروج برشلونة أنت السور بالنسبة لي أن ريال مدريدي توج في المملكة العربية السعودية ببطولة لها ذات القيمة وذات الأبعاد الإعلامية والتسويقية هذه اللي فعلا أكثر من دول ادخلوا على خط الاستضافة لكن فضل الله ثم فضل القيادة استضافنا هذه البطولة اللي أعطت زخم كبير وإحنا أصلا جاهزين مثل ما قلت لك في أكثر من كذا مرة وكذا فعالية نحن جاهزين للتنظيم لكن أنا أتكلم بجزئية تهمني أنا وتهم ناس كثير بما أني أنا مشجع وما أطلع هنا كان يناقد وإعلامي لكن أنا فعلا أنا مشجع وابن مدرج في ناس كثير كانوا متخوفين من مسألة الحضور الجماهيري ما هو العدد لا ثقافة المشجع السعودي ودائما أنا أقول لك تصدير الثقافة تصدير الثقافة يعني لا على مستوى التشجيع لا على مستوى حتى الهتفات يعني فيه مدرجات فيه دول من ضمنها الدول الإسباني فيه هتفات تطلع هتفات عنصرية فيه أشياء يعني تتجاوز مسألة كرة القدم نحن اليوم نقول نحن شعب يقدم رسالة سامية نحب الفرح نحب كرة القدم حتى رئيس التحاد الأسباني عرج على الموضوع وقال أنه عندكم شعب ومتذوق لكرة القدم حظينا بترحيب حار حظينا باهتمام ومتابع وتشجيع من الجمهور السعودي هذا الشيء يعني يهمني كثير لأنه زي ما قلت لك كان فيه تحدي كبير واختبار لنا كمشجعين سعوديين وبرضه كمواطن سعودي أنه قاعدين نقدم رسالة للعالم اللي هي الفعلا رسالة اللي جوهرها وعمقها كبير أنه السعودية ترحب بالعالم طيب خلينا نروح للقاء أمس لقاء كان مع زمير رياض المزهر بعد نهاية مباراة السوبر رأي نتهاية الكرنفال الجميل لأحد صناع هذا الكرنفال الأمير عبدالعزيز بن تركي الرئيس العام للهيئة العامة للرياض اليوم نحظى بدعم كبير وإن شاء الله نحن نقدمنا شيء يوازي هذا الدعم الكبير اليوم شاهدنا مباراة على أكبر مستوى شاهدنا بطولة تقريبا على أكبر مستوى من أربع فرق من أكبر الفرق في أوروبا والحمد لله سراحة اللي ودي أشكره بشكل كبير هو الجمهور الجمهور اللي أسعدنا وأتحفنا بالتشجيع بالمؤازرة بفعلا نقل الصورة الحقيقية للرياضة السعودية ووعي الوسط الرياضي والمجتمع السعودي عن مكانة هذه البطولات وإن شاء الله نعدهم بمزيد من الفعاليات التي تتليق بسمعة المملكة العربية السعودية وضموحها إن شاء الله بكسور صالح أسبوع كامل في أسبانيا وفي العالم أيضا كل الأحاديث كانت تدور على هذا الكرنفال وهذا العرس الجميل الكروي كنا في السابق نفرح لاستضافة المباريات ودية بين أندية عالمية الآن أربعة أندية من أعرق أندية الأسبانيا تحضر بكامل تواقمها في جدة للعب بطولة رسمية مسجلة في سجلات الاتحاد الأسباني مثل هذه الاستضافة ومثل هذه الصدى الإعلامي الكبير في العالم كيف يمكن أن يحقق لنا في القادم من صدى رياضي للمملكة العربية السعودية أرى بالنسبة لي أنا كمشوار رياضي طويل جدا وكنت في عضوية الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وعضوية الاتحاد العربي اللي أعرف أن رزنامت الاتحادات الدولية كلها في جميع الألعاب وصعب جدا الدخول عليها والفوز بتنظيم أي بطولة أيا كانت أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية في عام 2019 ومطلع عشرين أنها نجحت في جلب بطولات معتمدة دوليا سيكون لها تأثير ولها أهمية وأيضا لها نافذة يطل منها العالم على مجزء المملكة العربية السعودية أنا أرى المكاسب صعب نحصرها الآن وثق تماما إذا أنت دفعت مبلغ معي من المال سيكون التعويض مقابلها عشر أضعاف بحسابات مالية ذهنية عقلية كم العوائد كم القنوات الفضائية كم العدد الجماهي حتى الاحتكاك دكتور أمس كان حتى رئيس ريال مدريد ورئيس المسؤولين في أتلتكو كانوا في احتكاك مع الجماهير السعودية وفي الصحفيين السعوديين كان هناك نقل خبرات وتراكمة وكل من حضر من مشجعي ومحبي ومسؤولي لدي هذه الأربعة أو في الأحداث السابقة عندما يعرفون أن المتجين إلى المملكة العربية السعودية سيدخلون على وسائل البحث يسألون عن هذا البلد عن تطوره عن حضارته عن منجزاته هذه كلها مكاسب هائلة وسوف نكسب المزيد إن شاء الله من خلال تنظيم المزيد من البطولات المكبلة إن شاء الله صحيح هذا فيما يخص الاستضافة والتنظيم دعونا نذهب للمبارات أمس المبارات الممتعة 120 دقيقة أو أكثر التي كانت فيها كل متعة الكرة الأسبانية من خلال قطبيها أتلتكو وكذلك ريال مدريد ليست فقط أنظار عشاق قطبي العاصمة الأسبانية كانت مصوبة نحو ملعب الجوهرة المشعة بل أنظار العالم بأجمع كانت متشوقة لمشاهدة ديربي مدريدي في نهاء جديد المزيد في تقرير الزميل عبد الرحمن العمر ليست فقط أنظار قطبي العاصمة الأسبانية كانت مصوبة نحو ملعب الجوهرة المشعة بل أنظار العالم أجمع كانت متشوقة لمشاهدة ديربي مدريدي في نهائي جديد الأسطورة زيدان بدأ هادئا كعادته عكس سيموني الذي لم يتوقف عن شحن لاعبه في الشوط الأول حاول الأنيق لوكا مودريت مباغتة الحارس بتسديدة قوية كان لها أوبلاك بالمرصاد يبدو أن البرتغالي فيليكس لا يحب الهدايا بعد إضاعته لفرصة محققة أهداه إياها بالخطأ قائد الميرنجي راموس وفي الشوط الثاني استمر الملكي في تهديد مرمى أوبلاك وهذه المرة عن طريق يوبيتش الذي أغضب زيدان بتضيعه هذه الفرصة وفي الدقيقة 66 كان الريال قريبا جدا من التسجيل ولكن فالفيردي أضاع الكرة بهذه الطريقة وبالأشواط الإضافية استمر تقلق أوبلاك ليقف سدا منيعا لمحاولات الريال وكان مراتا أن يغبر بطريقه السابق بعد هجمة مباغتة لأتبة كومدري إلا أن فالفيردي قرر أن يكمل الريال المباراة بعشرة لاعبين توجهت المباراة إلى ركلات الترجيح وأبدأ عن بلجيك كورتوى بالتصديات واستمرت مأساة سيموني أمام زيدان في النهائيات وابتسمت جدا للملكي صاحب البطولات والإنجازات دكتوري أنا ما أؤمن كثير بالحظ السيء لكن سيموني بالذات يعني كثير من المرات يؤكد أن الحظ السيء ممكن يتكرر مع نفس الشخص في كل مرة يقدم كل شيء هذا الرجل وفي الختام لا يتوج والله أنا أريد أن تسمح لي أن يكون ضد العبارة تماما لماذا؟ لأن سيموني هو ذات المدرب إذا كان غير محظوظ فكيف حصل على بطولة الليقة الأسبانية كيف حصل على بطولة أوروبا بس لنا أكثر النهايات يخسرها وصل لنهايات وكسبها ووصل لنهايات وخسرها ولو يتوقفون عند عبارة سوء الحظ لا الفلسفة الرياضية تقول الفريق الجيد يصنع حظوظه فريق ريال مدريد هو الأجود على الأقل لما تعمل معايير دراسة لكل داعب في خانتها مقارنة باتريكو تجد أن ريال مدريد عندها عناصر تعطيه تميز قليلا وحتى في أسوأ الحالات الفريق الجيد يصنع حظوظه وهذا اللي حصل لريال مدريد ريال مدريد مع زيدان حقك تسعة بطولات منها ثلاثة أوروبية بطولة أوروبا وبطولة الكاس حقك 11 مرة البارح 11 وبرشنو يتصدر ب13 لقب لكن أنا أريد أن أحذف عبارة منحوس أو غير محظوظ في قاموسنا لماذا؟ لأن الأيام والرياضة وجميع المنافسات لكنها جزء من الحياة لكن الأيام مداولها في الخلاق أحنكم اثنين يدكسور مدريديين بدأت تطلع ميول كلمة المدريدية لا يقارن فريق زيدان بفريق سيموني سيموني من مباراة تحتها مع برشلونة أنا أقول لك نعم ساهم الحظ والأخطاء أو ليس الأخطاء الأهداف الملغية التي فعلا لغاها لكن المباراة كأنها أمش تتجه إلى برشلونة مباراة أتليتكو فأنا مؤمن بأنه مقولته الحظ الحظ مع أتليتكو أنقذ هاما برشلونة لكنه استدام بالريال استدام بالريال شوف العبارة كيف؟ الريال متمرس على مدلانيات طيب أمس أمس يعني لو لا ثم لقطة فالفردي في الأخير للذكية وإحنا كنا نتكلم تحت الهواء وأنه قد تقول لي أني موراة تمنحوس فيه مثل هذا الانفرادات نعم أنا أقول لك كمستوى فني أمس يعني كانت المباراة 50-50 لكن كخطورة على مستوى المرمى كان أتليتكو أقرب في أكثر من فرصة لكن أنا أرجع أقول لك أنه مثل الأندي الكبيرة ريال مدريد متمرس في النهايات كيف يصل المرمى ومتى يتخذ القرار المناسب لإنهاء مثل هذه المباراة اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح حين عامل الحظ فعلا دخل في تحويل مسار المباراة هذه المدريد طبعا أنا دائما ما كأن البطولات تروح لزيدان طواعية كأنه هذا الرجل لا لا أنا مؤمن الشغلة دائما الكرة أو المباراة إذا اتجهت إلى ركلات الترجيح أنا أشوف الثريقين فائزين يعني لما توصل المباراة خراس إلى مفترق طرق اللي هي ركلات الجزاء أنا أشوف الثريقين وصلوا صحيح كلامه ولذلك يتسمى ضربات الحظ ضربات الترجيحية لا بس حتى حتى أذكر أنه في ريال مدريد وأتليتكو في نهاية الشامبيونز كانوا جميع العبات ريال مدريد متفقين على زاوية معينة يعني كان فيها تكتيك فيها تنفيذ حتى بالاك أم صراح من نفس الزاوية اللي من حوالي لما أقولك ريال مدريد متمرس على مثل هذه الأشياء فيه تفاصيل صغيرة يمكن تخفى على الجانب الآخر اللي هو خبرة النهايات ذكاء المدرب أحيانا فيه أحداث بسيطة أو تفاصيل بسيطة أنه تركز عليه مثلا أنه نكتشف خانة الضعف وين هي فيه عنده فريق المقابل الحارس كيف تعامله مع الكرات المرتدة أو تصدياته للركلات الحرة هذه الأشياء ممكن فعلا تعطي فارق لكنه لا تبني عليها الشيء اللي ممكن يحقق لك اللقب تعتقد أنه أمس ريال مدريد أنه حقق البطولة يعني كان لو حققها أتلتكو مدريد كان ممكن نقول أنه كان الأحق فيها ريال مدريد أو أنه كان أتلتكو مدريد حتى في الأشواط الأضافية كان هو المستحوذ هو القريب جدا من هذه البطولة شوف الأندي الثلاثة اللي هو برشلونة أتلتكو وريال مدريد أي فريق قادر أن يتوج بالبطولة كانوا كلهم جاهزين على المستوى الفني والبدني يعني أنا استبعد فلنسيا لأنه لم أقدم شيء كيف استبعد فلنسيا فلنسيا هو بطل ترسور حاليا النهائي كان بعيد عن بطل الكاس وبطل الدولي ما اختلفنا بس لما كانت البطولة في السعودية من أربع فرق عطفنا على المستوى الفني صحيح حتى على التاريخ نعم برشلونة وأتلتكو وريال لذلك أنا استبعت فلنسيا لما وصلت المباراة النهائية أنا أقول لك ياها الحظوظ كانت متساوية وهذا شيء يترجم فعلا أن المباراة وصلت إلى ركلات الترجيح التي أنا دائما أقول لك ياها أعتقد أن لقطة فلفردي هي التي تحول في مساء المباراة حتى لو نهزم ريال مدريد أنا أتوقع أنه سيحظى بتحية وإنشادة كبيرة من زيدان طيب عشان أذكرك أكثر بالفرح أعطيك نشو أكبر وعلى قولتك اصطدم بالريال نرى لقطة فلفردي كاملة التي حولت مسار كأس السوبر قبل الآن فاصل قصير وبعد الفاصل بإننا نحن أتوقع موسيقى 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 برامج يومي يناقش أبرز أحداث اليوم الرياضي في ديوانية التراث السعودية ما فيه تحقيق أعلن عنه وخرجت متائج تبقى الحقيقة تبقى أني أظل للناس أقول لا والله ممتازين مع نخبة من الضيوف من الساحة الرياضية السعودية والعربية الجمهور عنده ولا موسيقى موسيقى كل واحد فينا يمر بمراحل صعبة موسيقى واخرى جميلة موسيقى موسيقى سعي ود سعي ود موسيقى أوقات تحتاج تشارك طعما فرق أو فن من الحياة موسيقى موسيقى وكلام يدخل في قلبك الطمأنينة الحياة مسيرة نعيشها نصنعها وتصنعنا وتكبر وتكوى بنجاح الكل وهمة تصنع مكان أجمل للجميع استعلت المباراة الآن استعل فيها وعليها والله أجمل اللحظات إنها تكون نتعلم نحد سري للغاية قرب الجميع وفي قرارك أما تكسب أو تخسر وفي كل صباح تجربة جديدة ما يحسها إلا اللي يعيشها I want him dead or alive بسم الله I want him to be back He really is black superman and away we go SBC جيبكاندنا ترجمة نانسي قنقر عودة من جديد لكم مشاهدين الكرام في برنامج لياظا ميديا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الحدث العالمي والكرنفال كاس السوبر الأسباني خلينا نروح لدورينا ودوري الأمير محمد بن سلمان من آخر مباراة في الجولة الرابع عشر لكن قبل ما ندخل في تفاصيل هذه المباراة خلينا نروح لزميلتنا يسمير مرة أخرى في وش صاير شكرا هاني نبدأ فقرتنا اليوم في وش صاير بأجواء السوبر الأسباني واللحظات الأخيرة من أرض الملعب لحظة تنفيذ راموس ركلة الجزاء الأخيرة وفرحة اللاعبين بعدها نتابع ونبقى مع بطل السوبر ريال مدريد وفرحة اللاعبين في غرفة الملابس واللي واضح أنهم متعودين على الذهب حضور أمس في نهاي السوبر محافظ مدينة مدريد الأسبانية السيدة إيزابيل دياز واللي أشادت بالحضور والتنظيم وأجواء النهائي خلونا نشوف اش قالت موسيقى موسيقى الرياض مازلت الالهنف quienes تتقعد pope 매حدة لكن لجميع انت بانبالة ثم الهناني وموسيقى التراغي فيミط الأخيرة وموسيقى وليغ بين الأحصول موسيقى شكرا للمشاهدة زميلنا الإعلامي سلطان المهوس واتق لنا من مقصورة المباراة ردت فعل رئيس نادي ريال مدريد بيريز لحظة تنفيذ راموس لركلة الجزاء الأخيرة والتي أعلم فيها الريال بطلا لكأس السوبر الأسباني شكرا للمشاهدة لكن هالمرة مع نادي الميرية اللي نشر حسابه فديوا لفريق من أصحاب الهمم في النادي وهم يوجهوا الرسالة لمالك النادي معالي المستشار تركي آل الشيخ ويتمنون له أشفاء العاجل ونختم مع هالمقطع الطريف اللي بصراحة ما أدري فيه أمدح الحارس ولا أنتقده ولا أنتقده المهاجم الوضع حوسة في حوسة خلونا نشوف اللقطع كان هذا أبرز مقاطع الفيديو في فقرتنا اليوم الله يعطيك العافية يا سمين اللقطع الأخيرة اللي كانت للحارس ممكن من حركة الجود اللي سواها للحارس ما استوعب المهاجم اللي هو في المنفرد شكرا لك يا سمين يعطيك العافية خلينا نروح للآن لقاء الأهلي وأبها حيث تختتم اليوم الجولة الرابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين بمواجهة وحيدة يستطيع فيها الأهلي فريق أبها دكتور خليني المواجهة هي آخر مواجهة من الجولة الرابع عشر خليني أخذ كل فريق ألحيد خليني أبدأ معك من أبها أبها مقدم مستويات جميلة في الأونة الأخيرة يعني حتى النتائج كانت مرضية لكل أهالي وجمهور الجنوب بصفة عامة وكذلك جمهور أبها بصفة خاصة شوف نادي أبها يعتبر نموذج نموذج كمشوار ونموذج يستفيد منه بقية الأندية وخاصة النادي الأهلي خاصة النادي الأهلي يستفيد منه نادي الأهلي عشان أبها وصل لك على نقطة مهمة جدا نادي أبها العام الماضي عندما صعد الفريق حافظوا على وحدة الفريق حافظوا على الجهاز الفني حافظوا على لعبين استمرت مجلس الإدارة استمر نفس التخطيط ونفس التنظيم فالآن شوفهم في الرصيد النقطي متساوي مع الأهلي بس إدارة فريق زي أبها صعب مو زي ما تقالنا في إدارة فريق زي الأهلي وعلى مدى يمكن خارنا عندك خاطئ يا دكتور إذا سمحتني خاطئ هذا رأيه يبلك المقاررة خاطئ لا أتكلم من ناحية عاطفة لا أتكلم من ناحية عالمية أنه نموذج إدارة زي إدارة أبها لا أسمح يا خاطئ أنا لما أجي الفريق زي أبها لا أكون زي فريق زي إدارة تين فريق مثل الأهلي أنا أتحدث عن لا في شيء منطق أنا ما يهمني الأهلي ولا يهمني أبها أنا يهمني المنطق في الموضوع أنا أتكلم كدارس وهو يتكلم كناقد في البرنامج يقول لك يعني يعطي راية في هذا بتتضح في الأخير تتجن معي كلامي صح أو كلامه الأصح أنا أتكلم لك هذا الجمهور اللي يحدد الجمهور اللي يحدد أي كلامكم عن وحدة أو تروس المنظومة ككل في جميع الأندية سواء السعودية أو غيرها لماذا تلاتيكو ينافس ريال مدريد وبرشلونة لأنه حافظ على وحدة وتروس المنظومة ككل سيموني معهم من سلوة هذا اللي أتوقع نرفزه أنه توقع لا أتكلم منطق أي توقع أنه تقول نجح له أنا أقول لك مثلا نادي النصر الآن هو أفضل الفرق محليا فنيا من خلال احتفاظه بتروس المنظومة ككل ندربهم من العام الماضي نفس المجموعة أغلبهم من نفس العام الماضي وبالتالي سيكون هو المنافس الحقيقي للهلال هذه السنة قصتك أنه المفروض الأهلي يتعلم نبهة هذا التقافي هذا قصد الأهلي دعني أعجيلك على مشوار الأهلي عشان أثبت له أحضر مدرب اسمه نوبويتشياء بناء لهم فريق تروس الفريق بالسرعة واللياقة وتقارب السني وحقك بطولة لو فريق آخر كان حافظ على نفس المنظومة رجعوا وعملوا تفكيك للوحدة وتروس الفريق رجعوا في مرحلة بناء أخرى عندما رجعوا في بناء متكامل بعد سنوات حققوا بطولة الدوري بعد ما حقق بطولة الدوري حصل التفكك لتوليفة الفريق لتروس الفريق ترى نادي الاتحاد أكثر نادي تضرر من وحدة الفريق أو تروس الفريق أكثر من يفككه هو إعلامه إعلام الاتحادي هو الذي يفكك يستمر في مهاجمتها على مثل الجهاز الفني حتى ينتصل لرأيه حتى يغادر مغادرة تتقسرك مبالغ وتجيب لك مدرب جديد بمبالغ لكنها تفكك تروس الفريق لأن كل مدرب يجيك بعناصر أخرى وفريق آخر يعني أبهى حتى هو يعلم الاتحاد حتى هو نادي إثقاف الاتحاد نادي أبهى كمثال حافظوا على وحدتهم وعلى تروس الفريق أنا أكلمك من ناحية علمية إذا أردت أن تنافس يجب أن تحافظ تحسن اختيار الجهاز الفني وتحسن أناصر التي يحتاجها لتنفيذها ثم تبدأ تحافظ على الجهاز الإداري الجهاز الفني اللاعبين مع أول سنة قد تجي السنة اللي بعدها تنافس الثالثة لازم تجي بطولات أو تكون قريب منها نادي أنديتنا في السعودية تعاني من تفكيك تروسها وإمكانياتها وقدراتها الخلاصة أن نادي أبهى كان نموذج في أنه حافظ على وحدة الفريق كاملة من إدارة ومن لعبين حافظ في الشيء الذي حصل رأيتنا نقاطها رسيدة عن نقاطي مثل الأهلي كم الفوارق الفنية والمادية والجماهيرية والإعلامية طيب جميل ورغم هذا دكتوري رد على نفسه بنفسه طيب أنا أحترم رأيك وأنا ما يهمني أهلي وأبهى أنا أتكلم هنا الرأي الذي يمثلني والذي أنا أرى أنه ليس شرطي صحيح لكنه يمثلني مثلا فريق زي أبهى لها كل الاحترام إدارة وجماهير ولاعبين إدارته سهلة مقارنة بفريق زي الأهلي كإدارة كإدارة لما تتكلم معه هنا ترسانة نجوم هذا عنده عقود هذا عنده مشاكل هذا عنده رواتب في بعض النجوم في الأندي الكبيرة لهم جماهيرية وتعامل خاص واحتواء وطريقة ممكن أشياء بسيطة يعني مقارنة الدكتور لا لما تقولي نموذج دعا دكتورا دكتور رحمد الحديثي أكاديمي وكان لاعب وكان إداري ولذلك خبراتها هائلة جدا سخر خبراتها حسنا أتكلم عن أشخاص أتكلم عن إدارة جميع مجلس الإدارة معه أصحاب خبرات عريضة جدا هذا الوحدة التي تكونت من خريق إداري جيد إذا استمر أبهى إذا استمر أبهى ومجموعة لاعبين وجهاز فني جيد ما حصل النتائجك جيدة الفرق الكبير أنا أتكلم عن حين أوصلي لكن أصبح أحد مصطرب آخر يا خالد يقول لك أن إدارة الأهل هي لي أسهل لأن المال موجود النجوم موجودة أنت فقط تدير مثل هذه الأدوات الكاملة وفريق داخل النادي ممكن تقول سهل الموضوع لأن أنا أتعامل مع إدارة لكن أنت تعرض ضغوط جمعيرية عندك منافسين الإعلام والتوجيهات كلها بشكل مباشر عليك أنت كمنافس يعني مباراة تخسرها مو شرط هزيمة بعد لا دكتور أنا أتكلم كل ما أتكلم تكاطعني لو سمحت أنه في كل فترة لما تخسر مثلا النقاط بالتعادل يعني مثلا مباراة اتحاد ونصر أمس النصرويين مستعين على تعادل الاتحادين برضو ما كان لهم طبوح أنه مثلا أنا بطلع فريق مثل النصر أرى مكسر الأشياء التي تشوفها صعبة عند أندية جمعيرية مثل الأهل الهلال الاتحاد النصر التعامل لما تقول على مستوى الإدارة داخل النادي أنا ممكن أنا وياك بالتفقين كلعيبة وكإدارة وككهدر وكمنظومة لكنه الأشياء المحيطة بالنادي من خارج الكيان الضغطات الجمهيرية المشاكل الإدارية لما تقول لي فريق زي أبهى أبغاني نموذج للأهلي يعني وين المنطق في الموضوع ما فيه منطق يعني لما نتعامل مع فريق زي أبهى صاعد الرهان يكون يكون في نهاية الموسم لما إدارة أبهى تحافظ على البريق مثل ما حدث مع أنديا ثانية كانت صاعدة لدول المحترفين وحافظت على مكاسبها وأكدت أنه فعلا إدارة نموذجية بتواجدها للمرة الثانية في دول المحترفين لكن لما تتكلم عن أنديا جمهيرية طموحها مختلف منافساتها مختلفة المشاركات التي تلعب فيها يعني هذا اعتراضي لما وضعه له رأي وحك ترامل لكنه كمقارنة أن الاتحاد والأهل يكونوا نموذج نادي مثل إدارة أبهى أنا لا أرى فيه منطق في الموضوع مقارنة المسافة في التفكير متبعدة جدا أنا أتمنى أن يكون صوتنا الإعلامي في جميع برامجنا هو أن نأثر على صوت الإعلامي أن يكون لها دور إيجابي نضغط قدر المستطاع على أن يكون هناك محافظة على وحدة أي فريق أين كان هذا الفريق وعلى جهازه الفني بس وكان اختلافه في مسألة المقارنة فقط لا لا أنا أضرب لهم مثال كمقارنة أنهم حافظة على مجموعتهم في الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى ثم الآن في الدوري لو فريق آخر قالوا لا نريد أن ندرب أكثر قيمة في الدوري محمد بن سلمان لو فريق آخر ممكن يغيره لكن في نادي أبهى فكر إداري خبرات تراكمية هائلة منذ سنوات نفس مجموعة يعني وافقوا ما بين ميزانيتهم وما بين الموجود حاليا ومدوا الرجول على قد اللحاف وحققوا نتائج إيجابية كسبوا ثقة الجماهير كلها في المنطقة حققوا نتائج إيجابية أنا أقول لك سواء نادي أبهى أو أي نادي آخر نادي الاتحاد ذكرت لك قبل قليل من كثرة تفكيك وحدته وتروسه وتركيبته وكمنظومة سوف يستمر في نفس الدوامة ما لم يستمر هذا الجهاز الإداري والفني سنتين أو ثلاث معهم إذا استمروا في نفس النغمة في التغييرات فهذه تفكك الوحدة الفريق أي إن كان هذا الفريق راح علينا الوقت وأنا ما بغيت أسألك عن الأهلي حاليا القرار المنتظر يعني يعني مصادر كثيرة تقول أنه بعد أيام قرار الجمعية العمومية الأخيرة أو الجمعية العمومية غير عادية للأهلي إنت توقع القرار من المشكلة في الأهلي في عشرين ثانية المشكلة في الأهلي أنه لا يوجد حكيم الحكمة غايبة في البيت الأهلاوي لا يوجد حكيم في الأهلي لا يوجد حكيم في الأهلي اليوم إذا أنت هاني المسؤول الأول عن إدارة نادي وتصير أنت واحد من المشاكل التي تعرض لها النادي وبالعكس أنت المشكلة الأكبر المشرف والإدارة أنه لما نجي بإدارة منتخبة أو إدارة مرشحة قبل أن تكون إدارة منتخبة وأدخل في سجالات معها وترشقات علامية أو في مشاكل في أشياء داخل نادي ما قدرت تسيطر عليها وأقدر أحلها كيف تتعامل معها فأنا اليوم أقول لك غياب الحكمة في البيت الأهلاوي هي أول شيء الأبرز الموضوع طب إيش الحل إيش الحل باختصار الحل يا تمشي إدارة أحمد الصائق أنت أنت الحل عندك أو يمشي الأمير المنصور ما رح أحد يكمل أنا أقول لك ما رح أحد يكمل أنت في رأي أنا تزني أتمنى إدارة أحمد الصائق تبقى في النادي وحسابها لأن اليوم لا يوجد أحد يحاسب إلا هيئة الرياضة هي الجهة الرقبية وهي الجهة الشرافية على الكل وليس إدارة النادي الأهلي فأنا من وجهة النظرية طال منه الأمير المنصور هو برغبته ابتعد وباقي ما ابتعد الرجل ينتظر لا هو طلع طلع ظهور أخير وقال دعمي مرتبط باستمرار قال في حالة ما ابتعد الرجل يعني رسميا لا هو الإعلان رسمي أنه أنا بوجود هذه الإدارة لا أحد أدعم فأنا أتمنى أنه إدارة الصائغة تبقى إلى نهاية الموسم ما عندي وقت والله يا دكتور النهاية لأنه عندنا رباريات الآن ستكون موجودة شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور شكرا لك سعيد جدا شكرا لكم شكرا لك دكتور شكرا لك خالد سعيد جدا لك الله يعبدك والعافية وشكرا لكم وشكرا لكم وانتم مشاهدين للكراب قد ان شاء الله حلقة جديدة من رياض ميدي شكرا لكم اشتركوا في القناة